وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في دورة مجانية لإنتاج منح المتميز عام 2023-2024 درسنا اليوم وهو مكونات الخلية مما تتكون الخلية من الداخل تتكون الخلية من الداخل من عشر إطارات وكل إطار فيه ستة ألاف عين سداسية يعني بالإجمال يوجد ستون ألف عين سداسية داخل الخلية يوجد في تلك العيون السداسية حضنة مغلقة بيض ويراقات وعسل وخبز النحل وأيضا تتكون الخلية من ستون ألف نحلة وهذا النحل ينقسم إلى ثلاث أنواع أولا الملكة يوجد في الخلية ملكة واحدة وهي التي تضع البيض بانتظام فلولا وجود الملكة لما يكون هناك نحل داخل الخلية ثانيا الضكور يوجد عدد قليل فقط من الضكور تجد في فصل الربيع والخريف دكور كثيرة لكن في فصل الصيف وفي فصل الشتاء تجد عدد قليل فقط ثالثا الشغالات الشغالات وهو النحل العامل داخل وخارج الخلية وينقسم إلى نوعات النحل الحاضن والنحل السارح النحل الحاضن الذي يكون عمره 21 يوم منذ خروجه من العين السداسية يعمل هذا النحل الحاضن داخل الخلية بتغذية اليرقات والملكة يقوم بتنظيف الخلية من الداخل يقوم بحضن الحضنة يقوم بالاعتناء باليرقات يقوم ببناء الشمع يقوم بحراسة الخلية يقوم بتحويل الرحيق إلى عسل يقوم بإضافة بعض الإنزيمات إلى حبوب اللقاح لكي تصبح قبز النحل يقوم بسد الشقوق داخل الخلية ومن بعد ذلك يصبح يقوم بحراسة الخلية والنحل السارح الذي يكون عمره من 21 يوم فما فوق وهذا يعمل خارج الخلية من جمع الرحيق وحبوب اللقاح والماء ويعيش النحل من 40 إلى 45 يوم والملكة من 3 إلى 5 سنوات والذكور تعيش حتى 5 أشهر النحل الحاضن داخل الخلية يكون أكثر من النحل السارح بـ 3 أضعاف يعني النحل السارح تلد النحل الحاضن فكلما كان النحل الحاضن أكثر بكثير كلما أصبح التطريد داخل الخلية فلهذا يجب عليكم أن تعلموا جيدا بأن النحل السارح يساوي تلد النحل الحاضن دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم